تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 675 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 266 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 45 طن وفي مجالي عدم توريد أرز الشعير والبيع بأسعار الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 181 طن وفي مجالي البيع بأسعار الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 23 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأسعار الرسمي لمواد البناء تم ضبط 17 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 480 قضية من بينها 189 قضية خبز نقص الوزن و164 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 15 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 356 طن